يعد كلب بيريسا كناريو إحدى أقوى أنواع الكلاب والتي كان يتم الاعتماد عليها في الحراسة وكذلك رعي الماشية وتعد إسبانيا هي الموطن الأصلي لهذه السلالة وتتمتع تلك الكلاب بجسد ضخم كما إنها تنتمي لمجموعة الكلاب العاملة وهي تمتلك إرادة هائلة مواصفات كلب بيريسا كناريو الشكلية يتمتع كلب بيريسا كناريو بجسد على شكل مستطيل يزينه رأسا عريضا ممتلأ بالعضلات إلى جانب صدره العضلت وعلى الرغم من المظهر المهيب الذي تتمتع به هذه السلالة والذي يدعمه أذنيه ذات الشكل المقصوصي إلا أنه لا يمث مصدرا للخطر بالنسبة للماشية التي يتولى مهمة رعيها يتراوح متوسط طول هذه السلالة من 55 إلى 65 سنتيمترا بينما يتراوح متوسط وزن ذكر هذا النوع من الكلاب من 43 إلى 50 كيلو جراما يعود أصل سلالة الكلب الدنماركي ضخم إلى سلالة كلاب الماسبتيف لأن هذا النوع من الكلاب كان يتم الاعتماد عليه في مهمات الحراسة والصيد نظرا لتمتعه بحجم ضخم يميزه عن غيره من أنواع الكلاب الأخر مواصفات الكلب الدنماركي ضخم يمتلك كلب الجيريدان عظام صلبة من النوع القوي تزين جسده العضلي الضخم كلاب مالموت السيكي واحدة من أقدم أنواع الكلاب في العالم وهي كلاب أليفة ذو حجم ضخم وبنية عضلية قوية جدا ومعطف مزدوج سميك جدا تم استخدامها لمات السنين في جر الزلاجات الثقيلة لمسافات بعيدة في ألسكا ترجع تسمية كلاب مالموت السيكي بهذا الاسم إلى قبائل الماهيموس التي ست ينتمي كلب الراعي الألماني إلى سلسلة الكلاب العاملة كبيرة الحجم التي تتميز بذكائها حيث تم توليد هذه السلالة في ألمانيا للحراسة ولرعاية قطيع الأغنام كما يحتاج كلب الراعي الألماني إلى نمط حياة نشط ويعتبر رفيقا وحاميا مثالي خصائص البدنية يتميز كلب الراعي الألماني بفرائه الذي يشبه المعطف المزدوج فهو سميك وكثيف وقد يكون متموجا أحيانا وعادة ما يكون لون فرائه أسود تعدد ألقاب كلاب كوكيجان بين كلاب الجبال القوقازية كلاب الدب الروسية لكلب القوقازي الراعي القوقازي وتكشف جميع هذه الألقاب عن قوة وشجاعة وضخامة هذه السلالة حيث تعتبر كلاب كوكيجان واحدة من أفضل أنواع الكلاب في حراسة المنازل وحماية قطعان الأغنام في جبال القوقاز تعتبر كلاب كوكيجان واحدة من أنواع الكلاب العاملة في روسيا منذ العصور القديمة ويرجع إقبال سكان جبال القوقاز على تربيتها إلى قوة هذه كلب البوكسير من أشهر كلاب الحراسة في العالم حيث توجد به جميع الصفات التي تحتاجها في كلبك للحراسة كان يسمى كلب البوكسير في القدم بأسم برابانتر بون بيسر فهذه كانت سلالته وهو من بلجيكا وكان يستخدم لصيد الخنزير البري بعام 1830 ميلاد ثم تم تهجنيه ووضع مواصفات مختلفة من الكلاب لإنجاب كلب بوكسير قوي شجاع وحارس متميز يستطيع التأقلم مع مختلف أنواع الكلاب أو الحيوانات يصنف كلب البول ماستيف كأحدى أنواع الكلاب ذات الحجم الكبير والشعر ذو قول القصير ويطلق على هذا النوع من الكلاب كلب الدرواس وهو يتميز بإمطلاكه لعضلات قوية فإذا كنت تبحث بين أنواع الكلاب المختلفة عن كلب يمكن الاعتماد عليه تعد كلاب الروت ويلر أحد أنواع الكلاب العاملة فقد كان هذا النوع من الكلاب بمثابة كلب حراسة وكلب قاتل وكلب جر وكلب إنقاذ وكلب شرطة حيث تعرف هذه الكلاب بمظهرها الخارجي ولونها المميز إذ يتراوح طول كلاب الروت ما بين 22 إلى 27 بوصة تعتبر كلاب الدوبرمان واحدة من سلالات الكلاب ذات الأصل الألماني التي بدأ ظهورها في عام 1890 وتعد هذه الكلاب من أكثر الحيوانات الأليفة شيوعا وتتميز بالوفاء والذكاء وقد تم استخدام كلاب الدوبرمان في الأعمال البوليسية أو ككلاب حراسة كلاب البيتبول هجن كلب البيتبول من عدة أنواع من الكلاب للحصول على كلب بمميزات عالية من حيث القوة الهجومية والشراسة مما جعله يصنف كأكثر الكلاب شراسة وعدوانية والأقوى بينها إلا أنه يعرف بطبعه الودود والوفي تجاه مربيت إلا في الحالات التي يتعرض فيها لسوء المعاملة والضرب فيمكن أن يتسبب بالأذى لمربيه نتيجة ذلك بالرغم من أن الهدف من تهجين كلاب البيتبول الاستعانة بها في صيد المواشي ترجمة نانسي قنقر